وللمزيد من المعلومات عن الأثر للسياسية الأمريكية على العالم العربي معنا مرسلات وفاء أجباعي في واشنطن وفاء منذ تولي دونالد ترامب منصبه قبل عام طبعا قام بسلسلة من التغييرات السياسية في الشرق الأوسط نتحدث عن تأثير هذا على الوضع في المنطقة بالفعل أبرز التغييرات التي أقدم عليها ترامب في السياسة الخارجية كانت في الشرق الأوسط تحديدا لسيما حين أعلن القدس عاصمة لإسرائيل ما أثار زوبعة في العالم العربي في الشارع العربي والفلسطيني وأيضا السلطة الفلسطينية توجهت إلى المنظمات الدولية شهدنا التصويت في الأمم المتحدة بمعظم أعضاء الأمم المتحدة كان هناك تصويت ضد قرار ترامب فظهرت الولايات المتحدة وكأنها في عزلة دولية هذه نقطة أخرى لا تقول أهمية موضوع إيران بالنسبة لترامب يعني هو قام بانقلاب على كل ما أنجزته إدارة أوباما خلال سنوات حتى توصلت إلى الاتفاق النووي مع إيران ترامب يقول وبحسب استراتيجيته للأمن القومي أن إيران تشكل التهديد الأبرز لمصالح الولايات المتحدة ولأمن الولايات المتحدة وهو يرفض الاتفاق النووي بصيغته الحالية ويهدد بالانسحاب منه وأيضا يطلب تعديل هذا الاتفاق طبعا هذه الخطوات من قبل ترامب تنعكس مزيد من التأزم في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وأيضا على المنطقة بشكل عام أيضا هناك الملف الأزمة الخليجية ترامب ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع هذه الأزمة بين السعودية وبعض الدول الخليجية من جهة وقطر من جهة أخرى أعلن تأييده للجانب السعودي على الرغم من كل التحذيرات من قبل وزير خارجيته ووزير دفاعه ولم تقم إدارة ترامب بما يكفي من أجل حل هذه الأزمة وأيضا هناك ملف سوريا أيضا انقلب أو أحدث تغييرات كبيرة ترامب على ما كانت عليه السياسة الأمريكية في عادة ترامب تجاه سوريا أوباما سعى لعدم التورط عسكريا في سوريا وحاول جاهدا لذلك أما ترامب فقد أمر بشن أول ضرب عسكريا على سوريا أيضا قام أو أعلن وزير خارجيته منذ أيام أن الوجود العسكري في الأمريكي في سوريا باقن إلى ما بعد يعني مرحلة التحرير من تنظيم الدولة الإسلامية وذلك لمنع الأسد من تعذيب شعبه على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي نعم أيضا برأيك وفهل سيكون هناك تغير في موقف ترامب تجاه الشرق الأوسط عام 2018 في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة بالتالي هل سيصبح أكثر حدة أم سيخفف من ذلك؟ نعم يعني ترامب أنهى عامه الأول بالكثير من الخطوات التي اعتبرت انقلابا على سياسات أسلافه في الموضوع الفلسطيني ربما نشهد المزيد من الضغوطات الأمريكية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة حين سحبت التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر والتابع للأمم المتحدة وذلك لحث أو لدفع السلطة الفلسطينية ربما إلى طاولة المفاوضات علما أن هناك تشكيك كبير وعدم ثقة بالدور الأمريكي كراع أو ربما كمساهم في أي عملية إحياء لعملية السلام في المستقبل في موضوع إيران هناك استحقاق كبير بعد أقل من أربعة أشهر من الآن حين يحين موعد إعادة المصادقة كما يفرض القانون الأمريكي على تجميد العقوبات كما ينص عليه الاتفاق النووي ترامب قال إنه لن يصادق مرة جديدة على تجميد العقوبات ما لم يتم تعديل بنود الاتفاق وهذا أمر مستبعد في الظروف الحالية وبالتالي ترامب سيكون أمام خيارين إما المصادقة مجددا إما الإنسحاب وبالتالي العقوبات تعود بشكل تلقائي وهنا نشهد ربما نهاية لهذا الاتفاق النووي الذي وصف بالتاريخي حين تم التوصل إليه هنا نشهد مزيد من التأزم في العلاقات وهذا ينعكس على أكثر من ملف المنطقة في الأماكن حيث لإيران نفوذ كبير نتحدث عن اليمن عن سوريا والعراق أيضا في الموضوع السوري طبعا الولايات المتحدة تقول إنها مستعدة لمزيد من الجهود من أجل العملية السلمية ومن أجل مرحلة ما بعد الأسد كما تقول الولايات المتحدة وهي تقول إنها ستبقى موجودة عسكريا في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية كما حدث في العراق في العام 2011 حين انسحبت القوات الأمريكية وأتاحت الفرصة أو عادة تنظيم القاعدة وتحول إلى تنظيم الدولة الإسلامية فهي لن تكرر هذه الغلطة في سوريا إذن عام من التحديات الكبيرة أمام السياسة الخارجية في ترامب في عامه الثاني ويبدو أن ترامب هذه التحديات لن تكون فقط في الخارج هناك تحديات أيضا في السياسة الداخلية وكما ذكرتم قبل هذه المقابلة ترامب ليس في وضع جيد هو نسب التأييد له في الخارج وفي الداخل متدنية جدا وقد وصلت إلى مستويات تاريخية مقارنة بكل أسلافه في نفس المرحلة من عهدهم مرسلتنا في واشنطن وفا أجباعي نشكرك على هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر